من هذه المسائل التي لها ارتباط بالسنة تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أخذناه من قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليبا هذه النص ما رأيت نصا في القرآن الكريم أو كد من هذا النص أي فيما يتعلق بتعزيز العمل بالسنة وتعزيز الأخذ بحجيتها أو دلالتها دون توقف وهذا أخذته من هذا التركيب فلا وربك أي فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لاحظت في هذا السياق أن الله سبحانه وتعالى قد جمع في هذه الآية بين جملتين موجبتين وجملة ثالثة سالبة الإيجاب في اللغة معناه الإثبات والسلب معناه النفي فالجملتان الموجبتان هي الجملة الأولى والثالثة الأولى قوله حتى يحكموك فيما شجر بينهم والموجبة الثانية قوله ويسلم تسليما أما السالبة فقد توسطت بين الموجبتين عندنا جملة سالبة وهي معطوفة بثم التي تفيد البعد والتراخي فلما وجدت أنها معطوفة بثم التي تفيد البعد والتراخي أدركت أن محلها متأخر في التقدير متأخر في التقدير ولكنها قدمت في السياق أي أن الأصل أن يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فالموجبة الأولى هي هذه الجملة يحكموك فيما شجر بينهم والموجبة الأخرى قوله ويسلم تسليما كان من المفترض أن يعطف الموجبة على الموجبة ثم يؤخر الذكر السالبة لكونها معطوفة بثم أي أنها تأتي في آخر السياق يبقى يحكموك ويسلموا تسليما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فعلمت أنها متأخرة تقديرا ولكنها تقدمت في السياق لما يتعلق بها من هذا الملمح العزيز وهو أنها تشير إلى سلامة الباطن وسلامة الصدر من وجود المنازع له صلى الله عليه وسلم في الحكم فقدمت في السياق مع كونها متأخرة تقديرا وأنا أقول متأخرة تقديرا ليه؟ لأنها معطوفة بثم ومن الأشبه أن يكون عطف السالبة بعد عطف الموجبة الثانية على الأولى يعني كأن يقول حتى يحكموك فيما شجر بينهم ويسلموا تسليما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يعني المفروض أن تكون متأخرة هذا في التقدير ولكنها قدمت في السياق فقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك هذه الموجبة الأولى حتى يحكموك فيما شجر بينهم وبعدين أتى بالسالبة ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وبعدين ذكر الموجبة الثانية ويسلموا تسليما فتقديموا السالبة على الموجبة الثانية دليل بل شاهدوا صدق على أن سلامة الصدر من وجود الاعتراض أو من وجود المنازع له صلى الله عليه وسلم مقدم مقدم على الموجبة الثانية لأن الموجبة الثانية تفيد التسليم الظاهر ويسلم تسليما أي من حيث الظاهر لكن سلامة الباطن وسلامة الصدر من وجود المنازع مقدم على التسليم الظاهر فهذه النكتة في فهم هذه الآية وفي توجيهها بما ذكرت دليل على أن العمل برأيه أو بحكمه أو بقضائه صلى الله عليه وسلم واجب وجوبا حتميا